فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية هذا رحمه الله مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين وهذا محرم في جميع المسائل نعم إذا كانت المسألة في التفضيل مسألة تعصب وهوى فهذا مذموم فالذي يفضل العرب من أجل العصبية الجاهلية فهذا مذموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتخار بالأنساب والإعجاب بالحسب ونهى عن ذلك أشد النهي وهذا من أمور الجاهلية فالذي يفضل جنسا على جنس من باب العصبية من باب الهوى هذا مذموم أما الذي يفضل جنس العرب على جنس العجم لما اتصف به العرب في سجيتهم وخلقتهم ولغتهم ولما قاموا به من أعمال جليلة في مناصرة هذا النبي وإبلاغ هذا الدين وهذا القرآن العظيم الذي نزل بلغتهم فبلغوه فاتسروه ووضحوه فهذا هو وجه فضلهم فالذي يفضلهم من أجل هذا مع حق ومعه صواب نعم السلام عليكم قال رحمه الله هذا أي الهوى والشيطان محرم في جميع المسائل فإن الله قد أمر المؤمنين بالالتصام بحبل الله جميعا وانهاهم عن التفرق والاختلاف وأمرهم بإصلاح ذات البين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر جسد بالحمى والسحى نعم هذا من ناحية الجنس أما من ناحية المؤمنين من العرب أو من العجم فإنه لا فرق لا فرق بينهم لأن الله جمع بينهم في الإسلام نعم فهم سواء وأكرمهم عند الله أتقاهم من العرب أو العجم ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين لأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى سواء كانوا من العرب أو من العجم فهذا الشيء لا إشكال فيه بعد الإسلام وبعد الإيمان أنه لا فرق ولا ميزة لعربي ولا عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى موسيقى المترجم للقناة